استحوذت الإمارات على 69% من إجمال الاكتتابات الأولية في الأسواق الخليجية وبقيمة مليار ونصف أو مليار ومئة مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي وأوضحت تقرير المركز المالي الكويتية أن سوق تداول السعودي استحوذ على 31% من إجمال العائدات بقيمة بلغت 53 مليون دولار في سوق نمو الموازي و 459 مليون دولار السوق الرئيسي ولم تشهد الأسواق الأخرى في المنطقة أي عمليات طرح أسهم خلال الربع الثالث من العام وأضافت تقرير أن المنطقة شهدت سبع طروحات في الربع الثالث من العام الحالي بقيمة إجمالية تبلغ مليار و700 مليون دولار بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ترجمة نانسي قنع